استقرت أسعار الذهب في الأردن في أول يومي الأسبوع على نفس مستويات اليومين الماضيين على إثر إغلاق تداولاته في السوق العالمية عند 2337 دولار للأنصة وسجل الذهب أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع بنسبة 2% تقريباً في ظل تراجع مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وترقب إعلان الفدرال الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل إذ يتوقع أن يجري تثبيتها نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان قال إن حجم الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية ضعيف هذا وحددت النقابة سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين عند 47 ديناراً وأربعين قرشاً لغاية الشراء من محلات الصاغة مقابل 45 ديناراً وأربعين قرشاً لجهة البيع أما سعر اللير الرشادي فيبلغ 335 ديناراً والإنجليزي 382 ديناراً بحسب رصد لكاميرا رؤية تباينت أراء المواطنين حول توجه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تخفيض الاشتراكات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تشغيل الشباب وتقليل نسب البطالة أكيد صراحة شركات لم يكن داخلها مثلاً كبير جداً وكون تدفع قاعدة للعمال خلينا نفرض 10,000 دينار مثلاً راح يخسوا النصف مثلاً 5,000 دينار الوفرة هاي راح وظفوا فيها مواطنين وناس عاطئين عن العمل والمفروض أنه يعني يزيد في حجم الشغل للشباب اللي قاعدين بما أنه الخصم راح يكون أقل فممكن يكون هذا كويس للشركة يعني يبطل عليها أعباء كتير وبالتالي إذا ما بتضرر المواطن نفسه أنه يعني راح يأخذ بالآخر كل حقوقه فمش غالط راح يزيد من فرص الشغل للشباب إن شاء الله ودعم للشباب مش مزغوط هذا القرار لأنه بالآخر أنت للشغل أخذوا عطا فلما صاحب العمل بيحتاج يوظف حيوظف مش أنه ذا يقلل الضمان على صاحب العمل ممكن أن يرفعوا النسبة ساعتها يرجعوا يرفعوا النسبة على الموظف نفسه نسبة دفع الضمان نعم قرار جيد جدا لأنه نسبة البطالة عالية جدا وهذا القرار راح يزيد نسب الفرص لأنه الشباب يشتغلوا إذا طبق هذا القرار يعني إذا كان فيه زيادة لتشغيل الشباب راح يكون هامش لا يذكر أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه لا تمديد لموعد تقديم الإقرارات الضريبية والبيانات المالية الأولية عن الدخل المتحقق في عام 2023 وهو الثلاثاء المقبل الثلاثين من نيسان الحالي أما بالنسبة للشركات فأعلن مدير عام دائرة الضريبة حسام أبو علي تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الأصولية المضققة للشركات عن السنة المالية 2023 لغاية تاريخ الثلاثين من أيار المقبل وذلك لتمكين المدقيقين من استفاء جميع الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونوه إلى أن أي تأخير في تسليم إقرارات ضريبة الدخل بعد انتهاء الفترة القانونية سيفرض غرامة بواقع أربعة بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه كشف مدير عام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكري عن استثمارات سياحية جديدة في مدينة العقبة وأشار كناكري خلال جلسة نقاشية عقدتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى أن إدارة الصندوق تسعى إلى بناء شركات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي وذلك من خلال استثمارات ناجحة في قطاعات عديدة لافتا إلى أن حجم موجودات الصندوق يبلغ 15 مليار دينار من جانبه رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمد الطبع دع الحكومة إلى تحويل شركة التعدين إلى شركة مساهمة عامة كي يتسنى لمستثمري القطاع الخاص المشاركة في تعزيزه ودعم قطاع التعدين أحد الاتثمارات تمت مؤخرا موضوع التعدين وتم تأسيش شركة للتعدين نأمل أن تحول أو تقام شركة مساهمة عامة لموضوع التعدين خاصة الأردن به من الثروات الكبيرة التي لم تتغل حتى الآن أنا أقترح في هذا اللقاء إن شاء الله نسمع من كل الأخوان أي مقترحات أن يكون هناك فهرس للاستثمار للأردن تقوم به الجمعية كذراء استثماري للمملكة منذ تأسيسها بطرحي على رجال الأعمال العرب والأردنيين حتى تمكن أن نخرج عام 24 بأفضل النتائج لدينا أقرب استثمارات التي نشتغل عليه حاليا استثمارات عديدة خاصة في منطقة العقبة هناك سيكون هناك سوق متعدد الأغراض على مساحة 123 دنم في مدينة العقبة تسمى المثلثية وأيضاً لدينا مشروع فندق لأربع نجوم على الشاطر وهذا سيكون أول فندق بتصنيف أربع نجوم على شاطر العقبة وهذا من شأنه أن يعزز عملية الجذب السياحي ضمن خطة لتحفيز الاستثمار منحت شركة المدن الصناعية خصماً بنسبة 20% على سعر بيع الأراضي في مدينة الحسين بن عبد الله الثاني في الكرك لتضاف إلى حزمة حوافز سابقة مدير عام الشركة عمر جواعد أوضح أن الخصمة يمنح للأراضي التي تزيد مساحتها عن 10 ألاف متر مربع من خلال تزديد 20% من قيمتها كدفعة فورية وتقصيط باقي المبلغ على أربع سنوات بدون فوائد وكشف جواعد عن توجه لترويج حوافز المستثمرين أمام رجال الأعمال والمستثمرين داخل المدينة في الكرك عبر فعالية يتم على هامشها توقيع عدد من عقود الاستثمار الجديدة المستقطبة وتضم المدينة الصناعية في الكرك 47 مشروعاً بحجم 60 مليون دينار وفرت قرابة 986 فرصة عمل انطلقت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024 وليوبيل الذهبي للبنك في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة 57 دولة عربية وأجنبية وستناقش الاجتماعات بحضور وزراء مالية وممثلي مؤسسات مالية قضايا اقتصادية وبيئية ملحة كالفقر متعدد الأبعاد وضرورة تمويل أهداف التنمية المستدامة في الشرق الأوسط ويشارك الأردن في الاجتماعات التي ستستمر حتى الثلاثين من نيسان الحالي كونه من أهم أعضاء البنك لاستضافته اللاجئين فضلاً عن وجود برامج كبيرة في مجالات الاقتصاد والبيئة يعمل عليها البنك داخل محافظات المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر